الشهيد اسماعيل دوسن اسم قائد طائرة عسكرية أصبح مرادفا لعمل بطولي سيبقى في ذاكرة الجزائريين بين طريق سريع مكتد بالسيارات ومنطقة حضرية آهلة بالسكان اختار اسماعيل بشجاعة استثنائية أن تسقط الطائرة في حقل زراعي هكذا تجنب كارثة حقيقية بين ابتسامة اسماعيل والعمل البطولي العسكري أنقدت أرواح عديدة الشاب اسماعيل الذي عرف بتواضعه وحسن خلقه سلم روحه فداء لبلد المليون شهيد اسماعيل دوسن قصة أزلية تحكى فصولها للأجيال القادمة بطلها شهيد جزائري وموضوعها عمل نبيل لا يقوم به إلا من ولد من رحم هذه الأمة فألف رحمة على من ضح بنفسه من أجل الجزائر